بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والصلاة والسلام عليكم ورحمة العالمين كيف تحوز في كل ليلة ثواب ما يساوي الدنيا كلها ألف ومثلين مرة وتكتب عند الله سبحانه وتعالى من المقنطرين المقنطرون هم أعظم قوام الليل القنطار لا يضاهي شيء في الشارعات الإسلامية في الثواب لذلك سيدنا معاذ بن جبل طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في الحديث الصحيح من صلى في ليلة من قام بليلة في ليلة بعشر آيات لم يكتب عند الله من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين هناك رواية أخرى من قام بخمسمائة آية كتب المقنطرين وفي رواية الأخرى سالسة من قام بسلسمائة آية كتب له قنطار من الأجر سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله وما القنطار قال له القنطار ألف ومئتان أقية والأقية خير مما طلعت عليه الشمس يعرف عينيه خير مما طلعت عليه الشمس يعني لو كرة الأرضية كلها بما عليها من ضياع وأموال ومجوهرات وكنوز يعني نسمع فلان عنده بليون بليون دولار جمع كل أموال الدولية كلها وكل ما في الأرض كل هذا كل الأرضية كلها إضرابها في ألف ومئتان طب أنا أزاي أحصل هذا الصواب العظيم بصلاة بسيطة جدا ما تخدش منك عشر دقائق هقول لحضرتكم طريقة سهلة جدا تستطيع أن تكتب بها من المقلطرين وتحصل هذا الصواب العظيم وتحصل من ناقب عظيمة جدا جدا بهذا الصواب نحن نأخذ الرواية اللي هي في تلت بيت قاية أقل شوية في درجات الصحة لكن نحسبها بإذن الله أن تكون صحيحة لأن الرسول عليه السلام أراد أن يخفف على هذه الأمة فإن لم أحدش دوقتي يقدر يقول بألف آية وربما لو أنت أحسنت هذه الصلاة تفتح عليك بعض الناس وصلت الألف آية إزاي تقرأ قول هو الله أحد تمانين مرة وتسعين مرة بالكافية اللي هقول لها حضرتك عليها تشوف هتصلي إزاي وتقرأ هتصلي مثلا أربع ركاعة بعض الصلاة الإشاء مثلا وتقرأ الفتحة وإن تقرأ قول هو الله أحد تسعين مرة إزاي؟ هكونوا واقف كده؟ الرأي قول هو الله أحد لله الصمد لم يلدوا لبي أولاد ما يقول له أكفا أحد الصلاة دي ما تاخدش منك بالزبط عشر دقيقة أو نشر دقيقة لو أنت أريد قول هو الله أحد هتأسمها الرقعة الأولى ستين مرة الرقعة الثانية تلتين مرة يبدو كده قرأة قولوا الله أحد تسعين مرة قولوا الله أحد فيها أربع آيات أربعة في تسعين تلتمائة وستين آية وقرأت الفتحة أربع مرات وقرأت الفتحة أربع مرات اقتربت من أربع مئة آية يبدو عديت حاجز تلتمائة آية ولو استطعت أنت تقرأ قولوا الله بمئة وعشرين مرة ستعدي حاجز الـ 500 آية التي فيها أحد الروايات من قرأ بـ 500 آية كتب له قنطار من الأجر من ذلك العلماء قالوا قنطار لما قالوا بفصف القنطار قالوا لو أننا ملقنا الكرة الأرضية كلها حسنات ما تسوي قنطار يعني لو ملقت السماوات السبعة أو الأراضيين السبعة حسنات ما تسوي قنطار تقدر تحصل هذا الصحاب العظيم الصلاة دي ما تأخذ منك عشر دقيقة أو ربسا غير ملقب عظيمة تانية كثيرة جدا سيداني يأخذ من الله هذه الصلاة سهلة مش صعبة لو أخلص الليل من الله سهلة جدا وما تأخذ منك عشر دقيقة أو 12 دقيقة لكن هتعصل صوابا عظيمة جدا أول حاجة يكتب لك قنطار من الأجر المقنطرون هم أعظم قوة من الليل يعني أعلى دلاجات القنطار ده أعلى صواب ثاني شي هتبني هتبني في الليلة دي كله الله أحد تسعين مرة هتبني تسع أصور عظيمة في صحة الأصر الواحد ما تقلش عن تلاتين مليون كيلومتر يعني ستزيد من مراسك في الجنة في هذه الليلة تلتمائة مليون كيلومتر يعني قدم صحة جمهورية مصر العربية تلتمائة مرة إلى مبلغة يعني رسول عسام قال قصر النبي والشهيد به خمسة ألاف غرفة والرسول عسام قال في الحديث الخيمة في الجنة ستون ميلا في ستين ميلا يعني مساحة الخيمة 3600 ميل مربع ولو قلنا أن الأصر فيه خمسة ألاف غرفة يضرب 3600 في خمسة ألاف اعتبارا أو ظننا أن الغرفة كالخيمة في الجنة في المساحة يبقى حد مساحة الأصر مش هتقل عن 25 أو 30 مليون كيلومتر يعني حتزيد من مراسك في الجنة كل يوم ما يساوي 300 مرة قد مساحة مصر وبس كده لا طبعا شوف بقى القصر في الجنة سيدنا عمر القطاب جاء في الحديث الصحيح وكان يخطب عن المنبر قال أو يتدرون ما جناته عدن قال قصر به عشرة ألاف باب على كل باب 25 ألف امرأة وفي رواية أخرى لشاء الناس يستكسر فضل الله هذا حديث صحيح قصر به 500 باب على كل باب 5000 امرأة لأن ربما سبحانه وتعالى يعني لن يبني لن يبني يا لك قصرا في الجنة فارغا في كل غرفة يكون فيه واحدة أو اثنين من الحر العين يبقى أنت ستحصل سوابا عظيم حتتدخر عشرات الألوف من الحر العين في كل ليلة في هذه الصلاة لأن أنت بنت أصول كتيرة في الجنة مشكلة هو بس ده عدد كبير من الولدان المخلدين العسورة في القفل الحديث القصر في الجنة به من عشرة ألاف لسبعين ألف من الولدان المخلدين طبعا أصحاب الدرجات العلاء اللي واحد حيكون له في القصر سبعون ألف من الولدان المخلدون مع كل واحد منهم صحفة من ذهب فيها صنف من طعام لا يسمع الآخر كيبقى أنت بنيت تسع أصور تضرب تسع أصور أو اتناشر أصر حسن ما تقرأ قوله الله أحد لأن رسول صحفة ألف الحديث قال من قرأ والعديث صحيح حسنعه الباني وكسرهم العلماء من قرأ قوله الله أحد عشرة مرات حتى يختمها بان الله له قصرا في الجنة ومن قرأها عشرين مرة بان الله له قصرين ومن قرأها سلسين مرة بان الله له ثلاثة قصور شوف سيدنا عمر قبله قال إذن نكسر يا رسول الله قال الله أكثر وأطيع لذلك استحسن علماء يقرأت هذه الصورة كل يوم مئات أو ألف المرات وأن تكسر فيها في الصلاة عشان كرة رسول الله قال للصحابي من منكم يستطيع أن يقرأ صورة القرآن في الليلة قرأها صورة الله ومن يتيقوا ذلك قال لمن قرأ قوله الله عاد فقد قرأت صورة القرآن يبقى رسول الله سيقول لك لو أنت أريتها ثلاث مرات تأخذ أجر قرأة القرآن كله طيب يبقى أنا أريتها بالكيفية اللي أنا قلتها لحضراتكم دلوقتي هتأخذ إيه أريتها تسعين مرة هتأخذ أجر قرأة القرآن تلاتين مرة كأنك قرأة القرآن لو أنت واعرف تصلي تلاتين مرة إيه لها مبالغة شوى الصحاب العظيم يبقى أنا أول حاجة هتأخذ قنطار من الأكر يعني هأخذ قد الدنيا دي كلها ألف ومواتين مرة كما جاء في الحديث الصحيح سيدة معازل من الجبل هتأخذ هتدخل عشرات الأولف من الحر العين اللي لو واحدة منهم نزلت للأرض لطمس نورها نور الشمسي كما تطمس الشمس نورا نجوم الحر العين اللي لو واحدة منهم لو نزلت الشمس لا تبنش في النهار لا تبنش جنبها نورا قاطل نور الشمس هتتدخل عدد كبير جدا من الولدان المخلدين الخدم في الجنة هتبقى إنك قرأة القرآن تلاتين مرة تكون من الأولاء اللي هي الصلاحين لو أنت عملت الصلاح تنقل بها حب الله سبحانه وتعالى شوفوا الصحابي كان بيعمل الصحابي كان في العريض صحيح كان يقرأ الصورة الفاتحة والصورة صغيرة واقوله الله أحد في كل صلاة فالصحابة قالوا له تستبتعلمي كيف كل صلاة قالوا الله أحد كل صلاة على طول قالوا إن أبيتم فاختروا إماما غيري فكان يا رهاعونه أفضلهم فراحوا اشتاكل رسولهности عشان يبطل الرسوله السلام قال له بتعملك يا مي قال له أحبوها يا رسول الله قال أحبك الله لحبك أياها عاкивين عن هي أحبك اصبحت من اولاء الله الص LAحيين لذلك يا فزا اوضبط على هذه الصورة باذن الله تكون من اولاء الله الصلاحين فينادي الله صحانه وتعالى في الحالياء يا جبريل ان يحب عبد فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماوات اوحبه وينزل لك القبل في الأرض أي وحد شيئا يحبك في الله لماذا؟ لأنك تكسب من هذه الصورة العظيمة يبقى تنال بها أولاية الله تكون من أولاية الله الصالحين وتنال بها أعلى من نازل في الجنة أيضا تنفي الفقر عن بيتك والجيران عندما نقرأ أقول الله حين يدخلوا بيته نفط الفقر عن بيتي والجيران ليس فقط عن بيتك تبسط لك الرزق فقط تشيئك الملائكة يوم القيام عند موتك طريق صادقنا يا جماعة الصلاة دي لان تخدش منك 10 دقائق أو 12 دقائق بكتير اقرأ أربعة رقاط وقل الله أحد اعراها 60 مرة وانت تصلي على عقل الأصابع كل الله أحد اللحو الصمد كل الله أحد اللحو الصمد دعك مع عقل الأصابع كل الله أحد اللحو الصمد هكذا أيضا من الملقب العظيمة تشيوك الملقب من القيامة شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث له خمس طرق تقوي بعضها بعضا وتشد بعضها بعضا كما قال ابن كسير في تفسيره نزل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في غزو التبوك قال يا صلى الله مات معاوية ابن معاوية ليس في المدينة تصلي علي وفي رواية أخرى جئت كان يتصلي علي قال إيه والله يا جبريل ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا جبريل إني أرى الدنيا ليست ككل يوم الشمس مزدهرة قال له إن الله أنزل سبعين ألف ملكا ليصلوا على معاوية قال وميما بلغ معاوية هذه المنزلة العظيمة قال له بقراءته يقول والله أحد قائما وقاعدا ونائما قائما وقاعدا ونائما وماشيا على كل حال فضرب شوف جبريل عليه السلام عمل ليه عشان عشان هزر الرجل فضرب جبريل الأرض الأرض بجناحه فتضعضعت فما بقي حجر ولا شجر ولا وبر إلا تضعضع فبرز فراشه معاوية ابن معاوية ليسي أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى عليه معاوية فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورأه سبعون ألف الصحابة ورأه سبعون ألف ملك وفي رواية أخرى ورأه صفان في كل صف سبعون ألف ملك شوف لما تشععك الملائكة بالألاف لو أنت تصلي هذه الصلاة يعني أنت من المكسرين لكل الله أحد وتكسرها وتكسرها بس في القراءة وتكسرها وتكسرها دي بعض المناقب العظيمة لهذه الصلاة ونش يتأخذ منك هذه الصلاة عشر داقة أو نتنشر دين لتستطيع أن تفعلها في كل ليلة لتختب عند الله سبحانه وتعالى وتحصل كل هذه المناقب العظيمة وتبني قصورا وتزود مراسك في الجنة وتداخل كسيمة للحرع العين ومن الخدم والحشم وتكون من السابقين إلى الجنة وتكون من الأولاء اللي الصالحين فأكتب لكم كل الكرام تحت الفيديو يلي تنسى أخوة ونشرها عن مكتر ونشرها هذا العلم في صحاب عظيم يريدكم أن أصبح عليه الصلاة ومن علم علما في اللي أجرى من عمل بي أمام القيامة هلين قزاب وقولي مشاهين أقول قولي هذا أستغفر الله عليكم